موسيقى جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين لهذا اليوم خصصناها للأخبار التكنولوجية والبداية من صحيفة الغد الأردنية التي نقرأ منها واتساب يخطط لطريقة جديدة لكسب المال يختبر مطور تطبيق واتساب حاليا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التواصل مع الشركات التجارية عبر رسائل آمنة وهي واحدة من الخطوات التي ستمكن واتساب من الحصول على المال من تلك الشركات الميزة تسمح أيضا للمستخدمين معرفة ما إذا كان حساب الشركة التي يتعاملون معها موثق من طرف واتساب أم لا قبل الشروع في المحادثة اختمنا لكم مشاهدين من صحيفة الحياة ألمانيا تجارب تكنولوجيا كاميرات تتعرف إلى الوجوه في محطات القطارات في مشروع يمتد لمدة ستة أشهر وضعت السلطات في ألمانيا كاميرات هي الأولى من نوعها للتعرف إلى الوجوه في محطة قطارات رئيسية في العاصمة برلين لتعقب وضبط المشتبه بهم وتميزهم عن بقية المرة في محطات القطارات ونطالع من صحيفة الوئام السعودية فيسبوك تعمل على تطوير جهاز محادثة فيديوية تعمل شركة فيسبوك على تطوير جهاز محادثة فيديوية مخصصة للمنزل بحجم جهاز الحاسب المحمول وتفيد التقارير بأن فيسبوك تعمل أيضا على تطوير جهاز منزلي صوتي ذكي وأن الأجهزة يمكن أن تكون متاحة في أقرب وقت ممكن وصحيفة الوطن مشاهدين عنوانت بين صفحاتها لهذا اليوم روبوت في السويد يقوم بالأعمال البنكية دون توقف استعان أحد أكبر المصارف في السويد برجل آلي يجيب على الأسئلة المالية ويعمل مسؤولا على خدمة العملاء في المصرف على مدار السنة وزود الروبوت بكميات هائلة من البيانات ويتميز بقدرته على أداء كثير من المهام ختاما مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية وسناب تستعد للاستحواذ على شركة صينية تطور طائرات من دون طيار للسيلفي تحاول شركة سناب المطورة لتطبيق سناب جات شراء شركة صينية تطور طائرات من دون طيار مزودة بكاميرا عالية الدقة مخصصة لالتقاط صور السيلفي